السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي من تابعي قناتكم المفضلة قناة انجليش هيروز اهلا ومرحبا بكم احنا اتفقنا ان احنا هنكمل مع بعض سلسلة اه قدمنا قبل كده في الجزء اللي فات الخاص في يونت وان شاء الله مكملين يا طارى فاكرين هنكمل ايه في الجزء ده ها مركزين معي يا ابطال تعالوا نشوف في الجزء ده ان شاء الله هنتكلم عن يونت وان فاكرين انوان يونت وان انوان يونت وان ها فكروني بيه مع بعض ها برافو جيت امتازين رادي برافو ها ست ان جو ايه هو بقى الجزء اللي هنقدمه النهاردة بازن الله هنقدم جزء الخاص بالجرامر هنقدم الجزء الخاص بالجرامر والجرامر ان شاء الله مع قناتكم المفضلة قناة انجليش هيروز هنقدمه بطريقة مختلفة جدا 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 اوكي هنعلمك امتى لما تقابل موقف يا ترى هتستخدم انهي زمن او تتكلم بانهي طريقة او بانهي زمن في الموقف اللي انت موجود فيه الجرامر بتاعنا النهاردة موضوعه بسيط جدا 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 هل يا ترى هو بيتكلم عن ايه تعال انا قلتلكم قبل كده ان هو بيتكلم عن عن اللي هو ايه اللي هو المضارع البسيط والمضارع البسيط ده يا ولاد من اسمه كده بيدل ان هو فعلا بسيط وسهل جدا 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 احنا هنتعلم المضارع البسيط او بطريقة مختلفة جدا بحيث ان احنا نقدر اه نستخدمه مش للامتحان ده موضوع بسيط وسهل اه انما ان احنا نتعلم ده المهم تمام تعال نشوف ده موضوع ايه وبيتكلم معانا عن ايه في العادة لما حد بيجي يدرسه بيقولك ان هو بيتكلم عن عادة حاجة بعملها كل يوم روتين يومي او حقيقة علمية اي حقيقة علمية سابتة اما اجتكلم عنها بستخدم طيب هل يا طرق يا مستر انت برضو هتقول لنا نفس الكلام لا احنا هنحاول نبسطه بطريقة اسهل جدا جدا عشان تناسب العمر السني او العمر العقلي اللي الابطال بتعاله تمام طيب ايه هي دي يا مستر احنا هنقول بس ان البيتكلم او بستخدمه في حالتين اتنين ايه هم الحالتين دول يا مستر اول حالة عندنا اللي هي الصفة الصفة دي يعني اما اجي اوصف اي شي باستخدم السيمبل بريزنت السيمبل ايه بريزنت طيب تاني حاجة عندنا اللي هو لما يكون عندي حاجة متكررة حاجة بتحصل كل يوم حاجة سابتة يبقى على طول اما اجتكلم عنها باستخدم السيمبل ايه السيمبل بريزنت تمام طيب تعالى نمسك واحدة واحدة كده اول حاجة الصفة طيب الصفة دي يا مستر الصفة دي يا مستر زي ايه مثلا حد يعرف يجيب لصفة تعال نشوف مع بعض اما اقول الشجرة طويلة انا عندي طويلة دي ايه اولاد صفة يبقى على طول اما اجي اوصف اي حاجة او او اوصف الشجرة دي هستخدم السيمبل بريزنت الولد ماهر ماهر دي صفة فعلى طول اما اجي اوصف الولد هستخدم برضو السيمبل بريزنت ها الفصل جميل جميل هنا صفة لما برضو لما اجي اوصف الفصل انه هو جميل هستخدم السيمبل ايه بريزنت يبقى اول حالة هستخدم فيها السيمبل بريزنت الوصف لما اجي اوصف شيء خلاص لما يكون في صفة على طول استخدم قبلها السيمبل بريزنت طيب الحالة التانية ايه يا مستر لما يكون عندي حاجة بتتكرر حاجة بتحصل معي بصفة دورية بصفة متكررة زي ايه مثلا? انا بسحى الساعة سبعة صبح. اه دي تقريبا بتحصل معنا كل يوم ان احنا بسحى سبعة صبح. خلاص? فدي حاجة بتتكرر. فلما اجي اتكلم فيها استخدم تمام? الحالة التانية لما اقول مثلا الشمس بتطلع من المشرك. طب دي حقيقة يا مستر. اه حقيقة. بس انا اثبتت ازاي ان هي حقيقة? ان هي بتتكرر كل يوم. خلاص? فان كده الشمس بتطلع من المشرك دي حاجة بتتكرر. فهستخدم معها عن؟ بروح المدرسة كل يوم. انا بروح المدرسة كل يوم. برضو دي حاجة ايه ياولاد؟ حاجة بتتكرر. فعشان كده هستخدم معها ايه? هستخدم معها السامبل بريزنت. هستخدم معها ايه? السامبل بريزنت. يبقى انا امتى دلوقتي هستخدم لما يكون عندي رقم واحد مرافزوا عليكم. صفة. ما اجا وصف حاجة هستخدم طب ركم اتنين ايه ها حاجة متكررة حاجة متكررة حاجة بتحصل كل يوم حاجة بتتكرر معي كتير يبقى على طول هستخدم تمام طيب تعالي هنمسك بقى كل واحدة من دول ونتكلم عنها اول حاجة عندنا هي ايه ها الصفة خلاص مش هنقولنا هو بيتكلم عن الصفة وحاجة بتتكرر طيب فان هتكلم الاول عن الصفة دايما يا ولاد لما يكون في صفة على طول لازم استخدم قبلها اللي هو طيب طيب عبارة عن ايه عبارة عن لو الفعل يكون خلاص بيجي قبل الصفة دايما. تمام? تعال نشوف استخدماتهم ايه? وكل واحدة اصدقائها مين? ومن اللي ينفع يدخل بيت ام? ومن اللي ترفضه? ومن اللي ينفع يدخل بيت از? ومن اللي بترداش تفتح له? ومين اللي ينفع يدخل بيت ار? ومن اللي ار مابترداش تفتح له? تعالة نشوفه. اول حاجة عندنا مين? ام. طب ام دي اختصارها ايه? ام اختصارها ام. تاني يبقى ممكن اكتبها ام. اللي هي اي ام او ام واللي اتنين بيكونوا صح. طب يا ترى مين اللي ينفع يدخل بيت ام? او مين هو صديق ام? تعال نشوف مع بعض. اول صديق لي ام والوحيد ملهاش اصدقاء غيره وما بتقبلش ان حد يدخل بيتها غيره. لو اي حد تاني خبط على ام مش ممكن تفتح له. هي مش بتفتح غير لا اي بس. ومش بتقدروا يستيضوا على بعض. دايما اي بتيجي مع ام خلاص? طيب ركزوا في حاجة كمان مهمة جدا جدا. ان اي دي اللي هي معناها انا. يعني ضمير المتكلم. يعني اما جاكلم عن نفسي دايما اما جاكتبها لازم تتكتب. ما ينفعش اكتبها ايه? خلاص. تمام? طيب بتتكتب بقى اي طريقة يا مستر? خلاص? تعالوا نشوف. ممكن اقول اي ام. وفي الحالة دي لو انا كتبت ام كاملة لازم انا لازم اسيب مسافة بين اي و ام عشان بقوا كلمتين اي ام. طيب او ممكن تتكتب اي ام. اي ام. بحروف هي اي ام? اي ابوستروف ام. يبقى هي اي ام او اي ام. خلاص? اللي اتنين صح با اي طريقة تحب تكتبها? اللي اتنين صح. وما تنساش ان الابوستروفي بتكتب على الحرف منين من فوق. خلاص? يبقى عارفنا دلوقتي مين هو صديق ام? او صديق ام هو اي اكسلانت. عشان كده بقول اي ام او اي ام. او كي? طيب لو كتبنا اي ام ابوستروف ام لازم الاتنين يكونوا اي ايه? جنب بعض. تمام? طيب تانية حاجة عندنا از. از حرفها اي اس. از حرفها اي اولاد? اي اس. واختصارها ابوستروف اس. طيب اي لو خبطت على از هتفتح لها? لا. لان از مش بتحب اي. مو خاصمها. عمرها ما بتجي باعها ابدا. تمام? از مش بتحب امين? مش بتحب اي. خاصمها. ام بس هي اللي بتحب اي. اكي? انما از كونت اصدقاء كتير اكتر من ام لان ام اللي هيش غير صديق واحد اللي هو اي. ده بتعال نشوف مين? اصدقاء از. اصدقاء از هم هي وشي وات والاسم المفرد. تاني هي هي ات الاسم المفرد. هي هي يعني ايه? هي يعني هوة. لما اجي اشاور على ولاد اقول هي ات. شي يعني ايه? شي يعني هي هي. بتجي للبنت. بيجي اشاور على بنت بقول شي. ات. بتيجي لغير العاكل. اي مفرد غير عاكل. اي مفرد غير عاكل بياخد از. اه بياخد ات. اي مفرد غير عاكل بياخد ات. تاني. اي مفرد غير عاكل بياخد ات. الاسم المفرد بقى يا ولاد سواء اسم عاقل او غير عاقل جرده بياخد از تعال نشوف ازاي يعني لما جاتكلم يا مستر هقول ها هي از او هز لو انا كتبتها برضو كاملة از كاملة بس بمسافة بين هي و از طب لو انا اختصرت از بخليها كأنها كلمة واحدة هز هي از او هز طيب شي بتاخد از عشان كده بقول شي از او شز شي از او شز ما جاتكلم عن بنت طب اما جاتكلم عن غير عاقل يا ولاد بقول ايه ها ات از او اتس ات از او اتس او اتس برضو لاحظوا ان انا لما جاتكتب از كاملة بس بمسافة بينها وبين البروناون طب لو بكتبها باختصار بخلهم كأنهم كلمة واحدة تمام طيب مسلا اسم مفرد زي مين مازن مازن ده اسم ولاد مفرد برضو بياخد از اي اسم مفرد هياخد از يبقى اول مازن از يبقى لما تكلمنا عن از مين اللي لو از لو لو خبطوا على از هتفتح لهم اللي هما مين هي وشي وقات والاسم المفرد طيب يا ولاد لو هي راحت خبطت على ام هتفتح لا لان هي من صداقتها ولا بتحبها ولا بتمشي معاها تب لو شي راحت خبط فتح على از هتفتح ايوها هتفتح لان شي من اصدقاء مين يا ولاد من اصدقاء از يلا نكمل نكمل الجزء التالت بقى اللي هو الخاص بالجام اللي هو عندنا برضو خاص بالصفة اللي هو ها ار ار برضو اختصارها ايو يا ولاد اباستروف ار اي اباستروف ار اي تمام طيب هل ار دي لها اصدقاء برضو ولا منهاش لها اصدقاء والاصدقاء دول هما الوحيدين لو خبطوا على ار ار هتفتحتهم تعالي نشوف مين هما اصدقاء ار اول صديقة عندي الار اللي هي يو انت او انتم خلي بالكو يو دايما بتاخد ار سواء كانت بخاطب بها مفرد او بخاطب بها جامع خلاص او اليو ار تاني صديق عندي اللي هو وي ويعني نحن ضمير متكلم للجامع برضو دي من اصدقاء ار ولو خبطت على ار ار هتفتح لها بسرعة لان هي بتحبها وي ار طبعا التي اتش هنا منساش اعمل فيها ايه ده وانا فكرتوكم لما كدتوا بدوكم بتاخدوا النامبرز قلنا اي تي اتش بطلع فيها ايه لساني داي برضو من اصدقاء مين من اصدقاء ار الاسم الجامع كمان يا ولاد اي اسم جامع بياخد ار احنا اتفقنا ان الاسم المفرد بياخد ايه از انما الاسم الجامع بياخد مين بياخد ار اول اه اه تعالا نشوف مع بعض نكمل لاحظوا ان انا لو كتبت ار كاملة هسيب برضو مسافة بينها وبين البروناون انما لو كتبتها اه متصلة مختصرة لازم نخليها كأنها كل موحدة فالاولة دي هانطقها ايه يو ار يو ار يو ار يو ار انما المتصلة بقى اسمها يور 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 برضو من اصدقاء ار وي وي اولاد من اصدقاء ار بقول وي ار وي ار طيب لو نطقطها بقى وهي مختصرة اقول ايه وار 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 اوكي طيب نكمل دي ار دي ار طب متصلة يا مستر دير دير وما انساش اطلع لساني في التي اتش طيب اسم جامع زي مين زي جرلز جرلز عرفت ان هي جامع ازاي عشان في اخيرها حرف الاس وخلي بالكم اسمها اس الجامع اسمها اس لايه الجامع عشان كده هي اسم جامع او الجرلز ايز ولا جرلز ار جرلز ار طب لو شلنا الار هتبقى ايز والار هتبقى ايز لان جرل اه اسم المفرد واسم المفرد بيجي مع مين مع ايز يبقى احنا عارفنا دلوقتي ان هما مين? وكل واحدة اصدقائها مين? تعال نشوف بقى مع بعض ازاي نكون جملة فيها صفة. اكي? يلا بينا? يلا بينا. هنشوف الامبلز وهنركز على طريقة معينة هنستخدم بيها الصفة. اول حاجة في الطريقة دي النون. النون هكتب الاسم الاول اللي انا عايز اوصفه. بعد كده الفيرب اللي هو الفعل. الفعل وهرفضوا المسميات دي. نون يعني اسم. يعني فعل. نون يعني اسم. يعني فعل. طب النون قلنا الاسم اللي انا هوصفه. طب الفيرب ده? الفيرب ده هيبقى حاجة من التلاتة. او 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 ايه? او 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 انا هجيبي الفيرب حسب ايه? حسب النون اللي انا هختاره. اكي? بعد كده اللي انا هتكلم عنها اللي هي اساس اللي هي الصفة. اللي هي الايه? الصفة. تعال نشوف مع بعض امثلة بطريقة اسهل. شايفين الولد اللي واقف ده? طيب مين اللي يعرف يوصف للولد ده? ها? اول حاجة هستخدم نعوان. ممكن اقول او اقول ها? هي عشان هي بترجع بتجي مكان مينة ولاد? بتجي كضمير بديل مين للمفرد المذكر? اللي هو مين? اللي هو الولد. طيب تعال نشوف عملناها ازاي? طبعا ده صورة ولد. فاتخدمنا هي. طب هي يا ترى من اصدقاء ام ولا از ولا ار? رفض عليكم. من اصدقاء از. عشان كده قلت ايه? هي از. طب الصفة بتاع الولد اللي واقف قدامي ده ايه? اللي هو طول. هي از طول. يبقى انا كده بعمل ايه اولاد? انا بوصفه. فهنا صفة. فهستخدم فاقول هي از طول. اوكي? اوكي. طيب. شايفين البنت اللي معانا دي? شايفينها وهي مش عارفة تطول المريحة عشان تشوف نفسها? هي عشان كده نقول عليها شورت. شورت يعني قصير. اوكي? طيب البنت هنقول عليها هي ولا شي? ها? هنقول عليها هي ولا شي? شي برافو عليكم جدا جدا. فعشان كده اقول ايه? هي از شورت. شي شي من اصدقاء از فهو الاز وبعد نصف. يبقى شي هنا هي النون او البروناون. ممكن ابدل مكان النون تبقى دمير. الفرب هنا اللي هو از. الادجكتف هنا اللي هي مين? شورت او طول. في في الاجزامل نومبر ون. تعال نشوف كمان. الشجرة دي يا ولاد. الشجرة دي مالها يا ولاد طويلة. ات از طول. طيب من الشاطر هنا اللي هيقول لي انا استخدمت ات ليه? عشان الشجرة غير عاكل. برافو عليكم وممتازين. ات از طول. ات من اصدقاء مين? از. ما بتاخدش ام ولا ار وبعدين الصفة اللي هي طول. تمام? اه 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 اه. فاكرينهم دول ما لهم يا ولاد? دول اولد. ها عشان كده اقول لي? طيب ده مفرد ولا جامع? مفرد. اه سوري جامع. فعشان كده ياخد ام ولا از ولا ار. الاسم الجامع بيجي مع مين? من اصدقاء مين? ار. فاختر ار وبعدها الصفة يبقى انا كده تخدمت الاسمبل بريزنت. عشان اوصف الايه? الاشياء. الاشياء او الاشخاص. البوي اللي قدامنا ده مالو. ها? صغير. طاب هو هنا بيتكلم عن نفسه وهيستخدم الضمير مين? اي. سبقلت اي ام يونج. اي ام يونج. اي ام يونج. واما من اصدقاء مين? ان اصدقاء اي مش بينفع تيجي مع اي حد اه تاني. تمام? طيب. يبقى عرفنا ازاي نكون الصفة في ايوة بنجيب النعون وبعدين ام از اور وبعدين ايه الادشكتور الوقت دي بقى هنتعلم حاجة طريق اه طريق حاجة جديدة اسمها يس نو كواتشنز اللي هي السؤال اللي اجابته يس او نو السؤال اللي اجابته يس او نو سهل جدا جدا بصوا في الصورة اللي قدامك كويس ايه اللي انتم شايفينه ده مقص اللعبة بتاعي سنو كواتشن هنسميها لعبة المقص لعبة الايه المقص ايه مستر لعبة المقص دي ده دي صعبة جدا لأ مصعبة ولا حاجة لو ركزتوا معايا هتلاقوها سهلة جدا جدا وهنتعلمها كلعبة مش كحاجة تانية تعالوا نشوف جملة بسيطة كده شايفين الولد اللي قدامنا ده الولد ده طويل طب هلأ عايز يستخدم جملة زي ما تعلمتها واوصف الولد الولد بحط له الضمير هي تب هي من اصدقاء is bravo والصفة اللي هي طول طويل يبقى هي is طول تب دي جملة عادية لان في اخيرها نقطة full stop تب عايزة حولها لسؤال هعمل ايه هعمل لعبة المقص وهنزل المقص قدامكو اه من خلال رسم من خلال رسمة المقص ده حضرتك بينتلنا ان احنا ممكن از تجي في الاول وهي تجي بعدها هي فعلا كده عشان احولها لسؤال سهل خالص يبقى هعمل ايه از هتيجي في الاول وبعدين هي وبعدين طول يبقى او no تعال نشوف كده اول واحدة هنرجع نعمل المقص تاني بس قبل ما اعمل المقص لازم اكتب يا اما yes يا اما no هقول yes ولاحظوا من yes او no لازم احط بعدهم ايه كومة yes او no لازم احط بعدهم ايه كومة برافو he isn't وخلي بالكو no دايما ليها صديقة بحطها على am او is او or لو انا جاوبت ابنه اسمها not او in apostrophe t هي مكتوبة على شكل وقدة لون no بالزبط in apostrophe t يبقى لما جاوب جاوب على is he told yes he is او no he isn't تعال نشوف مثال تاني برضو لعبة المقص لعبة سهلة وجميلة الرجل الجميل ده ماله فات خين طيب الجملة العادية هنقول ali is fat احنا هنسميه علي ali is fat هلعب لعبة المقص تاني هتبقى is ali fat هجب is في الاول وبعدها ali وحط في الاخر question mark is ali fat تماما اجا جاوب بقول ايه ها برضو برافو yes he is انا شلت علي هنا وحطيت مكانه الضمير هي عشان هو ولد عادي ياخد he is alifat yes he is او no he isn't yes he is او no he isn't او كي تماما هنوقع على اللي احنا عملنا ده ده جزء اللي احنا دفناه المرة اللي فاتت اتمنى يكون سهل وبسيط معاكم هو جايب لي هنا شوية جمل كده مع بعض بيقول لي كمل بام او از او ار ام او از او ار تعالي هنشوف الجمل دي مع بعض اول حاجة بيقول لي ايه احمد طول طب احمد ده ايه ده انا ما فكر الاول قبل ما اجاوب احمد ده اسمه مفرد طب لو خبط على ام هتفتح له لأ ام بتيجي مع اي بس طب لو خبط على از هتفتح له برافو برافو عليكم لان الاسم المفرد من اصدقاء از تعال نشوف الاجابة كده الصح برافو عليك ابطال فعلا از هي الاجابة الصح يبقى احمد از طب طب نمبر تو دي شورت دي ياولاد دي من اصدقاء مين هتخبط على مين هتخبط على ها ها برافو هتخبط على ار هتخبط على ايه ياولاد ار يبقى الاجابة الصح هي ار يبقى نقول دي ار شورت اوكي طيب بعد كده شي شي هتخبط على مين هتخبط على ام لا مش هتنفع هتخبط على ار لا مش هتنفع مش من اصدقاء ار ملا هتخبط على مين هتخبط على از برافو عليكم هتخبط هتخبط على از طيب جانا ان جودي كليفر طيب خلي بالكم هنا اسم واحد ولا اسمين هنا اسمين اي اكتر من واحد عندنا بيبقى جامع طب الاسم الجامع صديق مين ها برافو صديق ار صديق ار يبقى جانا ان جودي ار كليفر جانا ان جودي عشان هما اتنين ياخدوا ار كليفر طيب نمبر سيكس the boys pretty طب ال boys دول ها ال boys في اخيرهم حرف ايه الاس والاس بالدول على مين على الجامع برافو عليك يبقى الاسم الجامع يخبط على مين هيخبط على ار يبقى the boys are the boys ار اوكي طيب السهلة دي جاية كلنا لازم نكون حرفينها اي ها طول اي طول اي اي بقى يا اولاد يا شاطرين انتو اي از اي ار ولا اي ام اي ام برافو عليكم لان ام مالهات صديقة غير مين غير اي خلاص ومش بتفتح غير لا اي طب ات عاكل ولا غير عاكل ها غير عاكل طب مفرد ولا جامع مفرد وغير العاكل المفرد ليه ات من اصدقاء مين من اصدقاء از برافو عليكم يبقى ات از هاي هاي هنا يعني مرتفع محمد محمد ده اسم جامع ولا اسمه مفرد اسم ها اسم مفرد برافو طب الاسم المفرد صديق لمين لام صديق لاز صديق لار برافو عليكم صديق فعلا لاز محمد سواء بخاطب بها مفرد او بخاطب بها جامع على طول دايما بتاخد ايه اولاد بتاخد ها او برافو او 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 من ودي بقى دي بقى ايه للمتميزين ليه لان هي مش بينة هي جامع ولا مفرد نازم اعرف ان ايه ايه عشان ما فيش في اخيرها حرف الاس من 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 دي جامع مين يا ولاد من هتاخد ايه ار ولا از ولا ام هي اسم جامع هياخد على طول هياخد على طول ار برافو عليكم يبقى اول واحدة احمد از طول they are short she is 10 جوني ان جانا are clever the boys are pretty i am tall it is high محمد is a good boy you are a people the men are busy the men are busy اوكي اوكي طيب النهارده بقى زودنا الجزء الخاص بالهومورك واللي انا عايز ان شاء الله تحلوه كده وتبعتوا لي تبعتوا لي الاجابات فين في الكومنتات وهنرجو مع بعض ان شاء الله في بداية الحلقة الجالب تمام تعال نشوف بتاعنا بتاعنا بيقول لي هعط ايه ولا ايه ولا ايه ولا ار ومن خلال اه تفاعلكم عن هومورك هعرف انتوا قدرتوا تفهموا الحلقة ولا لا تمام وبكده النهارده نكون انتهينا من شرح الجزء الخاص بالصفة اه الخاص بالسيمبل برزنت وان شاء الله هنكمل مع بعض الجزء التاني من السيمبل برزنت اتمنى الفيديو النهارده يكون اعجبكم وان شاء الله ما تنسوش تدعمونا ها لايك والشير ها والسبسكرايب ولو محتاجين اي حاجة او اي حاجة مش مفهومة ياريت تسيبوها في الكمنت تمام شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة